خاصة لعملية الصور من الطريق المؤدية الى باجا في الشمال الغربي لتونس وتوثق للحظات الاولى لتوقيف رجل الاعمال التونسي والمرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بمعية شقيقه غازي رجل الاعمال المثير للجدل كان عائدا لتوه من مدينة باجا وامجز الباب حيث التقى بساكنة المنطقتين في اطار لقاءات روتينية كما افتتح مكتبا جديدا لحزبه قلب تونس في باجا تمهيدا للحملة الانتخابية التي ستنطلق في الثاني من شهر شتنبير القادم تعود فصول القصة الى سنة 2017 عندما قامت منظمة انا يقذ برفع دعوة قضائية ضد نبيل القروي تتهمه بالفسد المالي والتهرب الضريبي وهي الدعوة التي ظلت تلاحقه الى ان دخلت مرحلة حاسمة عندما قامت النيابة العامة في الثامن من يوليوز الماضي بتجميد اموال نبيل القروي وشقيقه ومنعهما من السفر كما قامت الهيئة العلية المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس بمنع قناة تابعة لنبيل القروي من تغطية الانتخابات وهي القرارات التي وصفها في حوار صحفي بتصفية الحسابات السياسية